فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله يشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وهذا فيه زيادة على ما سبق من الناقوس أو البوق أو الراية فيه أنه شير عليه بأن يشعل نارا على مرتفع كعادة العرب أنهم يشعلون النيران على الجبال عندما يريدون الاجتماع أو الاهتداء الضيوف وهذا أيضا من أمور الجاهلية فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع منه ترجمة نانسي قنقر